ناقش محافظ محافظة أرخابيس قطرى رمزي محروس خلال ترأسه اجتماعاً للمكاتب التنفيذية في المحافظة عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بالجانب الأمني والخدمي والإداري بالمحافظة وتقييم الأداء الوظيفي للعام 2019 وأشدد محروس على ضرورة رفع بالتقارير النهائية لكافة المكاتب للعام 2019 ووضع خطة مستقبلية للعام القادم 2020 والعمل على تكريس الجهود لتنفيذها لما من شأنه تقديم الخدمات المتميزة لأبناء المحافظة في مغترف المجالات وكلف المحافظ المكاتب التنفيذية بالمحافظة إعداد موازنة للعام 2020 كما تم تكليف مدراء فرع البزارات بإدخال خطوط اتصالات وتخصيص اعتمادها للاتصالات